لا تزال أثار الاعتداء واضحة على وجه الأستاذة هنية مديرة إحدى المدارس العامة في ليبيا والتي تعرضت لاعتداء من أقارب تلميذة لديها داخل المدرسة بعد أن قررت إدارة المدرسة فصل التلميذة تعرضت لاعتداء من قبل وليد أمر أخ الطالبة عندي الموضوع طبعا أسباب إدارية خبطتني بالنقاة المتاحة فعندي ثلاثة ورزات في راسي مع المفتيح في عندي جرح في الأنف مش كسر زي ما مهولين الموضوع أنا ما قلتش كسر وما قلتش موضوع وعندي أخدش في القرانية الاعتداء على المعلمين والمعلمات في المدارس الليبية ازداد خلال الأعوام الماضية حيث يشير أخصائيون نفسيون إلى أن السبب يرجع إلى انعكاس ثقافة الصراع على سلوك أولياء الأمور إضافة إلى تأثير تراجع الاقتصاد على الحياة العامة للمواطنين عامة وضع البلاد من الحروب من كدفة نفسية الطالب تنعكس عليهم مرات حتى بالانفعال بالعصبية عدم التفاهم مع زملاءة عدم التفاهم مع المعلم نفس الشيء الأولياء الأمور عندهم سلبية شوية تكرر حالات الاعتداء على المعلمين أدى إلى مطالبة نقابة المعلمين للسلطات الليبية بضرورة توفير الحماية للمدارس وتفعيل القوانين التي تحمي حقوق المعلمين في قانون حماية المعلم نطار بالجهات التشريعية والتنفيذية للتعجيل بتطبيقة وتنفيذة أحقاقا للحق ومنعا لأي تجاوزات تانية والتطاول على المعلم لأن المعلم أساس كل شيء في الدولة فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن تضامنه مع المعلمين وإصداره لائحة خاصة بمديري المدارس لإعطائهم الحماية القانونية اللازمة يواجه المعلمون مخاطر حدوث اعتداءات لفظية وجسدية في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات رغم الوعود التي قدمتها السلطات بتوفير الدعم القانوني والمالي رافت بالخير الحرة طرابلس